يعني فين اتحاد الكورة فين قرارات اتحاد الكورة في الرقابة على الاندية وفين الاندية اللي بتخلي الناس كلها تستغلي اسمك فين؟ ما هو عشان مع احترامي كل الاندية دلوقتي عملت ايه؟ بقى تجيب المستثمرين؟ اي حد معه فلوس دلوقتي هو مش عايز يصرف على القطاع مش عايز يصرف على الفريق الاول يوم جايب واحد كده معه فلوس انا هشتري القطاع منك هب انا هشتري منك الفريق الاول وهو ما احترامي ولا ليه علاقة بالكورة اخره يقعد اتفرج على المباريات قال لك ايه ده تم انا معه فلوس استغلها بقى في استثمارة اخد الفريق ده اختار بقى التشكيلة وانا بقى مدير الفني وابقى انا رئيس النادي ولا بقى رئيس القطاع يلا هب اشتل حاجة ميلة طبيعي ان هنقابل مشاكل وهنقابل المشاكل اللي موجودة دي والازمات اللي موجودة اللي بقيت غريبة دلوقتي بقى في الموضوع ده بقى اللعيب ما بقاش يلعب عشان موهبة ما بقاش فيه اختيارات عشان الموهبة بقى فيه اختيارات انت بتدفع كام معظم الناشئين دلوقتي ومعظم السن انت عشان تروح تنادي لازم تدفع لازم تدفع دلوقتي التأييد في التالتة وفي الرابعة وفي التانية فيه بعض الاندية بتاخد مقابل عشان خطر لعبة تتأيد وفي الاخر بيدفع الفلوس ما بيلعبش اصلا فين الرقابة على الموضوع ده انا عارف ان الموضوع صعب ان انت تسيطر عليه عشان خطر بيتالك انا مختاره انا النادي انا اللي بختاره طب الناس اللي شغالة دي واللعيب المواهب عشان كده ما بقاش فيه مواهب محدش تكلمني على مواهب بالشكل ده انا بقول لكم مفيش مواهب في مصر هتزهر حتى لو فيه مواهب والله ما هتزهر اللي معهوش مش هيلعب كورة رغم ان احنا كلنا بدأناها واحنا صغيرين كنا ناس بسيطة وكانت اهلي ناس بسطة وكان والدي بسيط ووالدتي واختي ناس بسطة ما كناش ندفع كنا بناخد بس حق المواسطات او ناخدها ماشي عشان خطر نلعب كورة او نلعب في الشارع او نلعب في الاسفل او نلعب في الدورات الرمضانية او دورات مثلا مراكز الشباب دلوقتي حتى الحاجات دي بقت تدفع فيها فلوس الاكاديميات كم من الاكاديميات اللي موجودة ويتحكوا على على الشباب الصغيرة انا كنت بلعب مش عارفين هو اصلا ملعبش كورة بقى كلها دحك عدقون زي ما بيتقال حرام والله في مواهب في مصر موجودة بس المواهب دي انها الناس البسيطة اللي هي الشباب البسيط اللي هو عايز يبقى كويس عشان خطر ربنا يكرمه ويرزوه عشان خطر يغير من حتو زي ما احنا كلنا اتغيرت حياتنا بسبب الموضوع ده ساعد عشان خطر المستثمرين للناس اللي موجودة بوزوها ولا بيعافوا يختاروا ولا بيعافوا يشوفوا لعيبة وعايزين يحطوا التشكيل وعايزين يتكلموا مين اللي اختار ومين اللي يغير يوم جايب واحد مع احترامي ملعبش كورة تعالى حبيبي وقف هنا انت مدير فني بس انت ملكش دعوة التشكيل يعني حاجات غريبة بصراحة يعني يعني عايز اقولكو على حاجة برضو من دمن الحاجات يعني اسمه ايه كان معيش كابتن احمد سعد طيب طيب كان معنا برضو مفروض ان فيه مدخلة مع كابتن احمد سعد طبعا الموش في عمع الكورة في تليفونات بن سوف كان فيه مفروض ان فريل اعداد كان فيه مفروض ان فيه مكالمة معاه شخصيا وهو وافع على المدخلة واتبعت صور ليه على على الواتساب على الاعداد عشان مفروض ان فيه مدخلة فوجينا ان هو مش عايز مش عايز يعمل مدخلة طب هو هل في الموضوع ده فيه غلط يعني هل الموضوع ده بعلم النادي مثلا او ما الكلام ده جماعة غريب ما هو بس انا بصراحة يعني بنشوف الامر وعايزين نشوف وجهة نظر يعني انا بعرض له قوان بفهود ان فيه حد من مش في العامة عن النادي كان هيعمل مداخلة وخلع زي ما بيتقال يعني طب احنا الموضوع ده كده ايه ما احنا عايزين نعرفه برضه اصلا الموضوع ده غريبه هيتكرر تاني وفي الاول اخر دي صمعة الكرة المصرية جماعة عشان برضه ما انه ما تاخدوش الموضوع بهزار ما هو الناس دي اللي موجودة مع احترامي هي اللي مبووزة المجال انا بقول لكم المجال بايز بسبب الاشخاص اللي ملاقش علاقة بالكرة اللي كل واحد بيفكر في مصلحته وكل واحد بيفكر في البزنس بتاعه الدنيا تدرب تقلب ملوش دعوة ما ده مصح هل ده ينفع هل ده ينفع ان مثلا يحصل الكلام ده مثلا في الكرة المصرية اشتركوا في القناة